وعلم رحمك الله أنك إن صليت ولم ترزق الخشوع وانتهيت من صلاتك فأقبلت على ربك واشتكيت إلى الله شبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم فقلت يا رب ما خشعت في صلاتي كما ينبغي يا رب ما تأدلت معك يا رب ما وقفت بين يديك كما ينبغي الوقوف يا رب سامحني رب تب علي أصيك بهذا الندب من صلى لله عز وجل وبعد صلاته انكسر قلبه لله جبر الله وكسره وأعظم أجره ووقف بين يدي الله وإذا وقف بين يدي الله يشكو إليه شكوى منكسر الذليل الخائف الوجل الحقير بين يدي الله سبحانه وتعالى يتملق الله سبحانه وتعالى ويتزلف إلى الله ويقول يا رب حقك أعظم يا من أحييتني وكنت ولازلت ميتا إلا أن تحيني ويا من أطعنتني وأنا جائع ويا من فسوتني وأنا عاري ويا من رفعتني وأنا وضيع ويا من أكرمتني وأنا مهان ويا من ويا من علمتني وأنا جاهل وهديتني وأنا ضال يا من دللتني على هذا المسجد وهذا السجود يا من تأذنت لي بالرقوع يا من أعطيتني الصحة والعافية يا رب هذه نعمك وهذا تقصيري أشكو إليك أني ما وقفت بين يديك وقوف الخاشعين ولم أنقطع إليك أنتطاع المتبتلين ولم أنكس بين يديك انكسار الخائفين يا رب عظمت علي الفتن وعظمت علي المحن إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يكون عندك هذا الشعور إذا شعرت هذا الشعور انكسر قلبك لله وجبر الله كسرك وكم من عبد خاشع فتن بخشوع وكم من عبد سلب الخشوع فتأذن بين يدي الله تأذن له ربه بعد أن سلب بالإنابة والخضوع جبر الله كسره وعظم أجره وأوضه ما فقط أخي في الله تعامل أرحم الراحمين تعامل أكرم الأكرمين تعامل أرحم الراحمين من يده سحاء الليل والنهار لا تعيضها نفقه تعامله في زمان عظمت فتنه ومحنه وهو أعلم بها سبحانه تقف بين يديه تصلي تقف بين يديه تصلي فإذا بهمومك في نفسك ومالك وأهلك وولدك وإخوانك وأخواتك وأوليائك وهموم إخوانك المسلمين تقب مضجعك وتشغل قلبك وتشتت فكرك حتى تلها العقول وتتشتت النفوس ولكن ليس لشتاتها من يجمع إلا الله وليس لهمها وغمها من يبدده سوى الله تشكو إلى الله واربتك في هذا الزمان تشكو إليه وهو الحليم الرحمن وتسأله أن يجبر لك الكسر وأن يعظم لك الأجر وتقول يا رب ليس لي من حيلة وليس لي من وسيلة إلا أن أشكي إليك وأبث حزني إليك يا من إليك تبث الأحزان يا من إليك تبث الأشجان يا حليم يا رحمن يا من إليك تبث الأشجان